لهذا الموضوع واليوم نعود لنرصد التغيير فلم نجد الوضع إلا كما تركناه آليات لا تبرح مكانها ومقر خال إلا من أصحابه العالم الجرمي صاحب المشروع عاش في إيطاليا لمدة تزيد عن عشر سنوات ثم عاد ليستقر بوطنه ويستثمر في إنشاء وحدة تصنع مواد البناء الوثائق والموافقات موجودة لكن المشروع موقوف التنفيذ السنوار هو وحدة صناعية التي كنت نخدم فيها في الخارج اللي هي متمكن منها وعندي ديبلومات فيها اللي جيت بتندير الحجم ديالها كيتراوح بين ماليار وخمسمائة رجل ماليار ديال المشروع وغاد يخدم تقريباً وحدة 250-300 هذي المباشر وغير المباشر ومشيت دافعت عامين وحطيت المسائل ديالي اللي هي مطلوبة مني وخدت الموافقة والحد الآن بقي ما ما خلانيش نخدم أنا بتعطي غضيح دخله هو في المسرع ديالي وبدأنا نخدم دائمين معاه ولكن الآن كانت تطرر بشأن نحن نتسنى ولأن نحن ندرك واقفين وواقفين بزيف ديال الناس وديال المطرية الواقف هذا المهاجر العائد إلى أرض الوطن من أجل الاستثمار ليس الوحيد الذي ينتظر الترخيص بمزاولة نشاطه هنا بإقليم قلعة سرغنة قصدنا الجهة المسؤولة من أجل توضيح فكان الجواب أن المشروع أقيم فوق أرض فلاحية هذا الملف تم عرضه على لجنة الاستثناءات التي ترأسها سيد الوالي هذه اللجنة قامت بدراسة الملف وأبدأت الموافقة المبدئية ديالها لكن شريطة موافقة مصالح المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي هذه الموافقة التي لم يتمكن منها المعني بالأمر وذلك نظرا لتواجد العقار موضوع البناء بمنطقة داخلة في دوائر السقي لتساوت العليا إن كانت الأرض منطقة سقوية فلماذا صدر قرار الموافقة المبدئية الذي على أساسه بدأ صاحب المشروع في إنجاز الوحدة الصناعية هكذا يتساءل العالم الجرمي وهكذا يظل الوضع في انتظار حل يقل مهاجر المغربي شر الإصابة بالإحباط